اهلا بك عزيزي المشاهد في برنامج اسألوا ولا انت سوقكم. تعالوا نسمع ونشوف مع بعض سؤال الحلقة. هل يوجد في كتابكم المقدس قول للمسيح انا الله فاعبدوني؟ مبدأيا المسيح قال بكل وضوح ان هو الله. ومش مرة. لا مرات كتير قوي. ومش بطريقة واحدة لكن باكتر من طريقة عشان الكل يفهم وعشان ما يكونش عند اي حد عزر. اقوال المسيح وتعاليمه قالت ان هو الله. كمان افعال المسيح ومعجزاته المميزة قالت ان هو الله. ده غير النبوات اللي قبله والشهادات من اللي حواليه من تلاميذه وغير تلاميذه. لكن انا هركز في الحلقة على اجابة السؤال تحديدا. لما يقول المسيح مثلا الحق الحق اقول لكم قبل ان يكون ابراهيم انا كائن في محنة 8. عشان نفهم لازم نرجع لخلفية العبارة دي. خلفية العبارة ان المسيح كان بيقول اليهود ان الذي يؤمن به لم يرى الموت الى الابد. فاعترض اليهود على الكلام ده وقالوله علي عليك اعظم من ابينا ابراهيم الذي مات والانبياء ماتوا من تجعل نفسك. فرد عليهم ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي هذا فرأى وفرح. فسألوه ليس لك خمسون سنة بعد افرأيت ابراهيم؟ واحنا عارفين ان ابراهيم جيه قبل المسيح تقريبا بألفين سنة. لكن نلاحظ ان المسيح ما قالش انه هو اللي شاف ابراهيم. لكن قال ان ابراهيم هو اللي تهلل بان يرى يومه فرأى وفرح. وهنا جه الاعلان العظيم اللي وقع كالصعقة عليهم لما قالهم المسيح انه كائن قبل ابراهيم. دلوقتي نفهم بقى يعني ايه كائن او انا كائن. لاحظ ان المسيح ما قالش انا كنت. لكن قال انا كائن. يعني كينونة ملهاش اي علاقة بالزمن. عبارة انا كائن تعادل بالزبط في اللغة العبرية انا الله انا يهوى. وده اسم الله بحسب اللغة العبرية. وبحسب اللغة اليونانية كمان اللي تكتب بها الانجيل معناها الواجب الوجود والدائم او الازل الابدي. يا ترى مين ده اللي يكون الازل الابدي غير الله. كمان ده نفس العبارة اللي قالها الله لموسى لما قال له لو بني اسرائيل سألوني عن اسمك. اقول لهم ايه؟ فقال له اقول اهيى الذي اهيى. وهي نفس العبارة اللي استخدمها المسيح هنا لما قال لهم قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. واقوال كتير قالها المسيح قال فيها ان هو الله مش هتسايع برنامجنا وهكتفي بدي بس. وشجعك تقرأ كتاب اسمه اين قال المسيح على الله فاعبدوني للاخ يوسف رياد. كتاب بحاله بيتكلم عن الموضوع دوت. عزيزي المشاهد فكر في اللي قلناه كويس ومستنينك الحلقة الجاية مستنين اي سؤال عندك مهما كان عشان برنامجنا اسمه اسأله ولا انتسوقه.